بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان فوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عبد العالمين ولا عدوانا إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلهي والدين أما بعد فإن موضوع هذه الفلمة هو موضوع ظنر كل مسلم لأنه موضوع من أهم موضوعات العقيدة الإسلامية ألا وهو الحب في الله والضرب في الله أو الموالات في الله والمعادات في الله أو بعبارة الأخرى هو الولاء والبراء وهو موضوعا قد يغفر عنه الكبير أو يذهله الكبير أو يخل به الكبير اللهم سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يتغلوا المؤمنين وشرع لهم أن يكون بعضهم أولياء بعض وهو وليهم سبحانه وتعالى وولي الجميع وهم بعضهم أولياء بعض قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الصلاة ويطيعون الزفاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حقيق فبدأ بذكر الموالات بينهم وقدمها على ما بعدها من إقام الصلاة وإنتاء الزفاة والأمر بالمعروف والله يعلمون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الصلاة وينهون الزفاة ويطيعون الله ورسوله فتقديرها يدل على أهميتها ومكانتها بالدين وقال تعالى إنما وليط الله ورسوله والذين آمنوا الذين يطيعون الصلاة وينهون الزفاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال تعالى أيضا في وصف المؤمنين لأنهم يتصفون بشفة الموالات فيما بينهم محبة في الله قال تعالى إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وهادروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأوالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آروا ونصروا أولئك بعضهم أولئك بعض والآيات في هذا سبيل تصف المؤمنين بأنهم يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والمناصرة والرحمة والعضف والإحسان وإلى جانب ذلك ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعرفهم كالجسد الواحد إن اشتكى ينبعون فداعا له سائر الجسد للسهر والحمة وقال صلى الله عليه وسلم أي مؤمن للمؤمن كالدنيان يتد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعليه وسلم وإلى جانب أمر الله ورسوله ووصف المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض إلى جانب ذلك نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتولوا أعداءهم خصوصاً وعروماً أن يتولوا أعداء الله ورسوله وأعداء المؤمنين وحذرهم من ذلك غاية التحذير حتى ولو كان عدو الله ورسوله أقرباً ما زل المؤمن فإنه منهي أن يتولاه قال تعالى لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجدون منحاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أضلاءهم أو أفوالهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وإن خلهم جنات تجي من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً خالدون فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون تعتبروا أيها المؤمنون أن الله قطع المودة والمحبة بين المؤمن وبين أخرب الناس إليه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ذلك لأن الكافر وليه الشيطان والكفار بعضهم أولياء بعض لا يليق بالمسلم أن يتولاه وحتى لو ما تكافر على كفره فيمنأ قادبه المؤمنين لا يليسونه يكون ماله لورثته الكفار فإن لم يكن له ورثة على دينه فيكون ماله لديه مال المسلمين خير يكون مرتين وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن افتحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأجواجكم وعشيرتكم وأموال مكترقينها وتجارة تخشون فسادها ومساقين تغمونها أحب إنهم من الله ورسوله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم تاسقين هذا في الأقارب إذا كانوا كفار ثم له الله سبحانه وتعالى عن تولي اليهود والنصار بالله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين حكم الله على من تولى اليهود والنصار أنهم منهم يعني من أحبهم وتولاهم بأي نوع من الأنواع ولا يهفه منهم ما عنه خوئب باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الله ثم بيّل رغينة أولاهم يبدعون الإيمان ويدعمون أنهم يؤمنون بالله ورسوله لكنهم لا يتبرعون من اليهود والنصار فقال فتروا يلينا في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وهؤلاء هم المنافقون فالمنافقون يجعون أنهم يؤمنون بالله ورسوله ويدعمون ذلك لأنهم لا يتبرعون من اليهود والنصار فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم خبونه ويتولونه ويعلنون ذلك بطول نخشى أن تصيبنا دائرة يضمون بالله ضن السوق ويخافون أن تدور الدائرة على المؤمنين فتكون لهم يد عند اليهود والنصار يخشون أن ينفطر اليهود والنصار على المؤمنين فإذا وقع ذلك كان لهؤلاء يد عند اليهود والنصار يعنيونها لهم فلا يضرون فهم يعلقون أملهم باليهود والنصار ويقطعون أملهم بالله ويقطعون أملهم بالله فوعدهم الله بقوله فعسى الله أن يجفت أو أمر من عنده فنسبق على ما أسروا في أنفسهم ناده وقد وقع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أيد جنده وأعز حزبه ونطر رسوله صلى الله عليه وسلم وخذل اليهود والنصار فساعوا الكهرة فاندحر المنافقون وخسروا وقبلها الله سبحانه وتعالى يظر عن تولي الكفار عن تولي الكفار عموما يهود ونصار ووثنه وغيره بعد هذه الآيات في قوله تعالى جاء أيها الذين آلوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوثوا كتابا من قبلكم وقفا عولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا لا ديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يخذوه فنهى الله سبحانه وتعالى عن تولي الكفار سواء كانوا كتابيين أو وثنيين أو دهريين أو غيرين لا يجب المؤمن أن يعلق ولا يتوذهم بل يجب عليه أن يقطع محبته لهم وأن يقصرها على المؤمنين فقد عاب الله على أهل كتاب أنهم لا يتبرؤون من الكفار مع أنهم أهل كتاب إنجل الله عليهم الكتاب وأمرهم أن يغاطوا الكفار وأن يعادوهم لكنهم لم يفعلوا قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لذئس ما قدمت لهم أنفسهم أن كفت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون والآيات في هذا المعنى كثيرة من ذلك أنه سبحانه وتعالى أخبر أن المنافقين يتخذون الكفار أولياء من دون المؤمنين قال تعالى بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن يتخذون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ثم لها المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أو لا أبدوا للمؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان المبينة إن المنافقين في الدرس الأسفل من النار ولن تجد له لصيرا إلا الذين تابوا وأخلحوا واعتقلوا بالله وأخلقوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنون وسوف ينتم الله المؤمنين أجرا عظيما وقال تعالى لا يستخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يستخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقلوا من فقاة ويحذركم الله نكشف ففي هذه الآية نهل صريح للمؤمنين أن يستخذوا الكفار أولياء وأن يصدقوا ولايتهم ومحبتهم للمؤمنين خاصة لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ولا علاقة للمؤمنين من كافر علاقة محبة ونصرى وتأميد لا علاقة بين المسلم والتابع بل المؤمن هو نوال المؤمن سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه لأن قوة الإيمان أقوى من قوة النسب المؤمنون إخوة من أي لون كانوا ومن أي نسب كانوا إننا المؤمنون إخوة فأصلقوا بين أخواتكم واتقوا الله لعلكم ترحلوه فالمؤمن أخو المؤمن المسلم أخو المسلم في أي أرض كان وفي أي وقت كان فالمسلمون بعضهم أولياء بعض من أول الدنيا إلى آخرين في جميع الأمم وفي جميع الأقطار وفي جميع الأجهلة ربنا اغفر لنا ولإخوارنا الذين سبقونا بالإيمان نقول هذا أمرنا الله تعالى أن نقول هذا إخوارنا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأوصار والذين جاءوا من بعدهم إلى أن تقوم الساعة هم إخوارنا ندعو له ربنا أغفر لنا والإخوارنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إلا ترعوه الرحيم هكذا المؤمنون وهكذا الإيمان يقتضي أن يترابط المؤمنون فيما بينهم برضاق المحبة والنصرة والتأيير فالجسد الواحد كما شبهه لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكالدنيان الواحد فالمؤمن يصره ما يصره أخاه المؤمن وينسيئه ما ينسيئه أخاه المؤمن لأنه من لأنه جزء منه كالجسد الواحد ففي هذه الآيات التي ترونها وبقى كبير من كتاب الله عليه وجل بمعناها تدل على هاتين المسألتين العظيمتين المحبة في الله والمعاذاة في الله أن يكون المؤمن محبا للمؤمنين ومن المؤمنين ومع المؤمنين دائما وابدا ويتبرأ من الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوني وعدوكم أولياء تنقون إليهم للمودة فأرتفعوا بما جاءكم من الحق يخذون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم فأنتم جهادا في سبيل وابتراء مرواتي تسرون إليهم للمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل شراء السريف الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يتخذوا عدوه وعدوه الأولياء ينقون إليهم للمودة ثم بين مرائل الكفار قد تفروا بما جاءكم من الحق تفرجون الرسول وإياكم لا شيء إلا لأجل إيمانكم أن تؤمنوا بالله ربكم ثم بين سبحانه وتعالى أن الله يعلم السر وأخفى وأن الإنسان ندعى محبة المؤمنين في الظاهر ولا تنعوا في البعض بسرة لا فلانك فإننا لا يفعل الله بسروا لا إليهم للمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل شراء السريف ثم بين أيضا شقدهم على المسلمين إن يفقفوكم ككل لكم أعداء ويرسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوق هذه طبيعة الكاثر والمؤمن في كل جمال ومكان أنه لو كان له سوق لقهر المسلم وأدله وخدله إن يفقفوكم يكون لكم أعداء ويرسطوا إليكم أعدهم وألسنتهم للسوق القول والفعل وعظا من ذلك وودوا لو تفطونا يريدون أن يخرجوكم من دينكم إلى دينهم وإلى الكفر ود تهيروا من أهل البتار لن يرسلونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندهم هسئهم من بعد ما تبين لهم الحق ودوا لو تغفرون كما كفروا فتكونون سواء هذه ضريرة الكفار أنهم لا يألون جهدا في مضرة المؤمن مهما أن كانهم ناج ومهما قدروا عليه لا ينفع فيهم المعروف أو الإحسان فلا يمنعهم من معادات المؤمن مهما أن كانهم أن يوصدوا إليه الأذى لأي وصولة فإنهم لا يألون جهدا في ذلك أليق بالمؤمن أن يتخذ هؤلاء أوياء وهم يغمرون له هذا العداء ولعقيدته وهم لا يبغضونه من نجل شخصه من نجل فلان أو من فلان أو من القبيلة الفلانية لا يبغضونه من نجل شخصه أو من نجل قبيلة أو بلدة إنما يبغضونه من نجل دينه ورده لو تكفرون مبينة حاله وتعالى أنه سيأتي يوم سيأتي يوم في القطع السناد ولا يبقى إلا العمل الصالح والإيمان أو الكفر وإن جاء بكلا بعمله لن تنفعكم أرحاركم ولا أولادكم يوم القيامة يفسر بينكم والله بما تعملون بسيط يعلم أعمالكم كلها التي قد جنتموها في تذياء ومنها ما إذا كنتم تسرون المردد لأعدائكم وسيظهر ذلك يوم القيامة علامة ونجازيكم عليه لم تنفعكم أرحاركم ولا أولادكم يوم القيامة يفسر بينكم والله بما تعملون بسيط ثم راب مثلا وقدرة للمؤمنين يقتدون بها وهو خليم الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة يعني قدوة وخير قدوة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إن قالوا طولهم إلا هرآء منكم ومما تعبدون من دون الله سفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذا هو الدين الحق وهذا هو الخطوة الحق إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمو الأنبياء وخليل الرحمن تبرع من أبيه لما تبين له أنه عدو لله وما كانت سبخار إبراهيم من أبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرع له إن إبراهيم لأوغاه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعمدون إلا الذي فطر منه فهمه سيهدين قال لأبيه 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 وقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء أعلمها الصريح مما تعمدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين فهو فضرأ من الكفار وآلهتهم مستثنى ربه عز وجل الذي خلق وأرجده وآمن به وآمن أنه سيهديه الصراط المستقيم وأنه سيغنيه عن كل البشر وعن كل المخلوقين وقال كذلك وهذا هو معنى لا إله إلا الله إنني براء هذا معنى النفي لا إله إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله إن الذي فطرني فإنه سيغنيه هذا هو إبراهيم الذي أمال الله أن نقتديه أن نقتديه إن إبراهيم كان أمة قالتا لله حنيثا ولم يكن من المثلثين شاكرا لأن عمر فوصفه بالصفات إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة قدوة في الخير فما قال في الآية التي فلولا قد كان لكم أسوة الحسنة في إبراهيم أمة قالتا لله يعني مداوما على طاعة الله لأن القنوث معناه مداولة والسفات أنه قالت آلاء الليل كاجدا وقائما ويطرق القنوث ويراد إطالة من خلال لأنه مداولة على الطاعة قالتا لله حنيثا الحديث معناه الهُعر عما سوى الله المقبل على الله فهو معرب عما سوى الله عز وجل مقبل بكل نته بقلبه وقالبه إلى الله عز وجل ولم يكن من المتركين هذه محل الشار ولم يكن منتفاة إبارة عليه السلام أنه يتبغى من المتركين ولم يكن من المسركين ويجب علينا أن لا نكون من المسركين أن نتبرع منهم ولا نكون منهم بشيء فما تبرع منهم أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نسرانيا ولا كم كان حنيفا المسلمة وما كان من المسركين إن أولى الناس بإبراهيم ولا الذين اتبعوا وهالى النبي والذين آموا والله ولي المؤمنين هاتلا هاتلا سبيل المؤمنين فهل سبيل الأنبياء والمرسلين جميعهم فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام سبيلهم واحدة وطريقتهم واحدة هو صراط الله المستقيم وهم إخوة إخوة في الله عز وجل يفجق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم لبعض وكذلك أتباعهم من المؤمنين إلى يوميكينا كلهم سبيل الله فالمؤمنون من أول الخليطة إلى آخر سبيل الله وطريقهم وطريق الله عز وجل وصراطه المستقيم فمن سار على هذا الطريق طار مع هؤلاء الطفوة ومن مطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالفين وحسن أولئك رفيقا لابت القضل من الله وكفى بالله عليما وهذا هو الصراط الذي نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا حينما نقرأ الفاتحة نبعو الله في آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء هم المنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذه نسمى الجميع المؤمنين باختلاف طبقاتهم ومنازلهم في إيمان وعند الله سبحانه وتعالى فأعلاهم النبيين ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون فاليؤمنون جماعة واحدة أيها المؤمن يجب عليك أن تكون معهم أن تتولاه أن تحبه ولولن ترهم تخذ المؤمنين ولولن ترهم إذا سمعت بذكر المؤمن ولو كان في أول خريطة ينعط في قلبك عليه محبة وإجلالا وأحمد لأنه أكوك وقدوتك صبنا وإخواننا الذين سمعون في إيمان ولا تجع في قلوبنا غلا للذين آمن والكافر عدوه في أي وقت من أول الخليقة إلى آخرها والكفار أعدى المؤمنين فالكافر عدو المؤمن في كل وقت وبأي إسم تسمى أو بأي وظيفة كان أو بأي مركبة فهي عدو المؤمن لا ينطر به ولا ينخدع به لكن المؤمن يتعامل مع الكافر المعاملة المباحة التجارة في الأمور المباحة يتعامل معه وليس معنى هذا أنه يحبه بقلب يتعامل معه ويمدي إليه مكافأة له إذا حصل يجب مثل إحسان على أحد من المؤمنين إن كان دمعني أو قدم له معروفا فإنه مكافئه على ذلك ويهدي إليه لا يعني ذلك ولكن ليس هذا معناه المحبة القلب قال تعالى لا ينهى أحد الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يفرجوكم من دياركم أن تبررهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين وهذا معناه المكافأة والمؤمن كريم المؤمن لا يضيع المعروف فيه ومكافئ عليه حتى عدوة مكافئ على المعروف ولو كان من عدوة لا في ليس معنى هذا أن يحبك وأن يبرر ما هو عليه وأن يتفصل ما عليه كفار ولذلك الله أمر الإبن أن يضرب وارده ولو كان كافر ينهي من باب المكافأة والإحسان لا من باب المحبة المحبة علمنا أن المؤمن لا يفرد كافر سواء إن كان أباه أو ابنه أو أخاه أو أي إنسان لا يحبه في قلبه لكن إذا كان له معروف عليه ومكافئ والوالد له معروف على ابنه فإذا كان الوالد كافر فإنساء الإبن أن يضرب لكن لا يطيع في معصية الله قال تعالى وصل الإنسان بوالدين حملته أمه رهلا على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي وإن والديك إلي المصير وإن جاهدات على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تتعهما وقاحبهما في الدنيا معروفا وصل لسبيل من أناب إليه ثم إلي مرضيكم فأوذبكم لما كنتم تعملون هذه مسألة مهمة ليس معنى معادة الففار والبراءة من الففار أننا نقطع التعامل معهم التعامل الدنيوي بالتجارة في الأعمال المباحة هذا شيء لا باس به والثاني النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود فيستدين من اليهود المعاملة الدنيوية لا حاجة فيها أن يتدرب المصالح نحن نفترض من الكفار البضايا والتجارة ونتعامل معه وكذلك لا باس على المؤمنين أن يجروا العهد مع الكفار ويدرموا العمود مع الكفار التي بها مصلحة للمسلمين وأمن للمسلمين وفيها تدرب مصالح للمسلمين ولا تنال الدين لا يكون على الدين منها ضور أو أي نقص لكن هذا تعاون دنيوي ومصلحة دنيوية فلا رأس بالمهافلة مع الكفار والعهد مع الكفار إذا كان هذا في مصلحة المسلمين وليس فيه غضابة على دين المسلمين أما إذا كان هذا سيؤدي إلى الغضابة في الدين وإلى الفروع للكفار ويكون هذا على حساب الدين فهذا لا يدين وهذا شيء معروف في شريعة الإسلام الدين الإسلام الله سبحانه وتعالى لتجور من الآيات نفجه الوغنين إلى دشار كفار لأخذوا حضرهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالة ود ما عمدتم قد بدت البراء من أفواههم وما تكفي سنوه أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعفلون هؤلاء لكم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقولون ها أنتم أولئك تحبونه ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمن وإذا خلوا عرضوا عليكم من أمان لن نرغي قل موتوا بيا يدكم الله سبحانه وتعالى يشخص نفسية الكافر ويبين عداوته للمؤمن وينهى المؤمن أن يغترضه وأن يفق به وأن يتفق به وأن يتفق به بطالة لأن يستعين به في دخيلة أبله ويسلطح منه ويأمل منه لا ما يجب المؤمن أن يأمل كافر ولا أن يطلعه على أموره وأسراره بل عليه أن يحضر منه لأنه عدو لا تتفقوا بطالة من دونك لا يألو لكم خبالة فالكافر مهما أمكنه أن يضرر بالمسلم فإنه لا يمتلع من داله فإذا وفق به المسلم وأقضى إليه بأسراره وأموره وولاه أموره فإن الكافر سيرشد بهضاره إن عادلاً ولا ناجلاً وهذا شيء من مجرد في التالي فلا يجب المؤمن أن يتخذ الكافر بطالة له لا وزيراً له في أموره وشعوره إن كان بمولاك مخلوق ولا يتخذه نصيحاً ومستشاراً له وأميراً على أسراره لكن يتعابل معه من بعد ويأخذ خبره منه يتعابل معه المعاملة المباحة من بعد ويأخذ خبره منه ويأخذ دائماً له على حلم لأنه عدو مراقبه لا يألونكم خبال ويأخذوا ما عنبتم دائماً انتوفر يودي العنة للمؤلم يودي التعب للمؤلم ويأخذوا ما عنبتم مهما أنثلهم أن يفعبوكم فإنهم لا يألون جهداً فيه قد بدت الضراء من أبراعهم وما كنت في صدورهم أكثر يأخذ شيء من تصرفاتهم ومن كلماتهم لأنهم لا يستطيعون خسم أسرانهم من كلهم بل ينهر الله على ثلاثات أسلتهم وطباع في أفعالهم ما يعلم به الحادث من المؤمنين سوء طويتهم وما تكفي صدورهم من الشقد والضرب الأسبر صدودهم مملوءة من الغير والشكف على المسلمون فصير يليق بالمسلم إذن أن يركن إلى الكائف وأن يفق به وأن يفور إليه أموره وأسراه وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَلُوا فَتَمَثَّكُمُ الْنَّارِ مَا لَكُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءُ مَلَا تُنْصَرُونَ فإذا احتاج المؤمن إلى التعامل مع الكابر فليتره على حذر وليتعامل معه من بعد ولا يقربه إليه أبدا لأنه مقرب عدوا لدودا فالمؤمن يجب عليهم يكون حيرا دائما وعدد مات لنا في وقتنا هذا غفل تديرا من المسلمين عمان فوفقوا بالكفار فقصا عمي ونسوا وقية الله لهم أولم يتدبروا كتاب الله عز وجل الذي حذر المسلمين من الكفار ودسائس الكفار فلواجب على المسلمين أن يتلبهوا وأن يكونوا حالين غاوة الحلب وإذا يتعاملوا مع عبدهم فليتعاملوا بما أباح الله وأن يكون ذلك على حلب وعلى يطرح دائما وأبدا وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن الموالات الكفار قطروا تديرا المحبة لهم في القلوب حتى ولو لم يظهر صل على الإنسان أو على الأعمال قال تعالى وَمَنْ يَتَغَلَّهُ مِنْتُمْ فَإِنَّهُ يُنْهُ وَالْوَلَا يَهْمَعْنَهَا الْمَحَبْرِ وإذا اضاف إلى ذلك والعياد بالله الكلام ينصار يمزح ما عليه الكفار أو يبدل ما عليه الكفار أو يستخدم ما عليه الكفار يشدون عنك صدودا وقبلها يقول سبحانه وتعالى في وصف المنافقين ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل هل كنت أناء عليهم أثلوا عليهم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعني الله أن تجيد له السبيل فإذا أثنى على الكفار وبرر ماهم عليه ومدحهم فالأمر خطير وكثير من أو بعض ما يقول كثير إن شاء الله لكن بعض المسلمين ولعله عن جهل الآن يعظم لشأن الكفار ويهول من شأنهم لما يرى ماهم عليه من متاع الدنيا وزهرة الدنيا وسبط في الاختراعات والصناعات فيخيل إلى ضعيف الإيمان أن الكفار بذلك صاروا أحدث من المسلمين وأن الكفار أنبه من المسلمين وربما يقع في نفسه والعياد بالله أن الكفار هو الذي مفتنهم من هذا ويرى ما عليه المسلمون من التأخر في الصناعة وفي أمور الدنيا فيظن أو يقع في نفسه أن هذا بسبب الإيمان وهذا خطر عظيم من وصل إلى هذا الحد فيضاف أن التأخر بسبب الإسلام وأن التقدم بسبب الكهم هذا لا شك أنه رد الأمر خطير جدا فالله سبحانه وتعالى أعطى الكفار من جهرة الدنيا وهذا شيء ليس بالحديث وهذا شيء قديم ولا تمدنا إليك إلى ممتعنا به أجواجا منهم جهرة الحياة الدنيا إن افتنه فيه وليك ربك خير وأبقى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة فجعلنا لمن يكفر برحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يرتكئون وجفرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة فيها والآخرة عند ربك يرتكين أجرة الكافر من زهرة الدنيا وقد يحرم المؤمن من زهرة الدنيا ولنس ذلك لنقص في المؤمن ولكن هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى الله يحب المؤمن ويغفر الكافر ولكنه يذكر ويمتحم ويعطي الكافر شيئا من زهرة الدنيا كما قال نفسنا فيه ويذكر المؤمن بإنفطر والفاقة والحاجة يصبر ويطيع ثم أعلم سبحانه وتعالى وفي الحديث لو كانت الدنيا تجن عند الله جناح بعروف ما سقع منها كافر شرف ما وليس معنا هذا أننا نخذر المؤمنين عن أن يأخذوا بالمنافع التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الكون وأن يخترعوا وأن يتقوّوا وأن يسبقوا أعداءهم إلى ذلك فإن هذا للمؤمنين في الأصل ومن حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وهي للذين آمنوا في الحالة في الدنيا خالفة يوم الخلافة الآن سوف أن هذه خلقها الله للمؤمنين ولكن المؤمنون أن يؤمنون بكسعهم تأخّوا والله لا يريد ولا يأمرهم بأن يتأخروا وأن يتركوا الأحد بالأسباب النافعة فنريد منهم سبحانه ويأمرهم أن يأخذوا بالأسباب النافعة أمرهم أن يأخذوا بأسباب النافعة أمرهم أن يأخذ الزعب وتجودوا أمرهم أن يبيعوا ويشتروا فانسوا في مناكبها وكونوا من رزقه فإن قضية الصلاة تنتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم سبحون ليس عليكم سناح أن تبتعوا فضلا من ربكم الله سبحانه وتعالى شرع المؤمنين أن يأخذوا القوة وأعدونهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل قال تعالى وكلوا حذركم أمر المؤمنين أن يستعدوا وأن ينتفعوا بما أودعه الله في الكون وأن يسبقوا الكفار إلى ذلك وأن يكون هذا بأيديهم ليتقوّوا به على طاعة الله ولكن إذا رأينا أن المسلمين أهملوا هذا الواجب وتأخروا وأن الكفار سبقوا إلى هذا وأخلوا به فليس معنى هذا أن نتنقص المسلمين وأن نمدح الكفار أو يعظم قدر الكفار في أنفس بعض الناس فالإيمان أعز شيء وأنفع شيء وقد فات الكفار فماذا يفيدهم جهرة الحياة في الدنيا وليس عنده بإيمان بل هذا من عظيم عقوبتهم قال تعالى وَلَا تُعْجِبْكَ أَوْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ بِهَا في الحياة الدنيا فإنفقى أنفسهم ومتابرون فالأموال والأولاد إذا كانت مع الطاعة فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى وعون على طاعة الله وإذا كانت مع المعطية والكفر فهي إهانة والتدراج من الله سبحانه وتعالى على المؤمن أن يفقى هذا قال يعني أنه هذا وعليه أن يتنبه لمثأة الولاء والبار أن يتنبه لذلك غاية التنبه فيكون ولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين ويكون تبريه وابتعاده عن الكفار والمنافقين وأن لا يغتر بهم ويعنخذع بهم وإذا سافر إليهم أو كان في بلادهم لتجارة أو لدراسة أو رجالك لما تقتضيهم ضرورة فعليه أن يعتذ بإيمانه وأن يتمسك بدينه وأن يكون حبه وقلبه معلق بالمؤمنين في بلاده وأن يكون غضبه وعداوته للكفار وإن كان يعيش بين أنهرهم وعليه أن ينهر دينه أن ينهر دينه ويعتز به ويتمسك به وأن لا يقيم بين أنهر الكفار إلا بقدر ضرورة ثم يرجع إلى وطن الإيمان والمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فالمؤمن المأمور أن يكون مع المؤمنين في عبادتهم وفي مساكنتهم وفي جميع شعور يكون مع المؤمنين وإذا بعد عنهم فليكون معهم بقلبه كونوا مع المؤمنين كونوا مع الصادقين تكون معهم إن كنت معهم في بدنك وقلبك فهذا شيء طيب وإذا قمص الضرورة أو الظروف بالبعد عنهم فلتكون معهم بقلبك وإذا كنت معهم في قلبك فإنك لم تتمعهم في بلاد الكفار ولن تستقر في بلاد الكفار حتى ترجع إلى ما تعلق به قلبك وهو موطن المؤمنين هذه مسألة عظيمة يا عباد الله مسألة الولاء والبراء والمحبة في الله والضعب في الله أن تحب ما أحبه الله ورسوله وأن تضغض ما أبغمه الله ورسوله وهذا من أوثق عرى الإيمان فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والضعب في الله وأول من يحب هو الله عز وجل بكل المحبة ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم المؤمنون لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده رسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس الأجمعين ويقول صلى الله عليه وسلم فلا كلمن وجدهن وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يؤذف في الكفر بعد إذا انقذه الله منه فما يقه أن يؤذف في النار هذه ثلاث مسائل عظيمة يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإنه سيقدم طاعة الله وطاعة رسوله على كل شيء أما من زعم أنه يحب الله ورسوله لكنه لا يطيع الله ورسوله فهذا كائب في دعوات تعطي العله وأنت تجعر حبه وهذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المشب لمن يشب مطيعه تعطي العله وأنت تجعر حبه وهذا لعمري في القياس بديعه لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المشب لمن يحب مطيعه من علامات المحبة لله ولرسوله الطاعة الطاعة لهما وتقديم أمرهما على أمر غيرهما هذا من علامات المحبة من أسبق علامات المحبة فمن كان ينتفل أمر الله ورسوله فهذا علامة على أنه يحب الله ورسوله محبة الله ورسوله أمرها عظيم وليس معنى هذا أن من قدرت منه معسية أنه يكون مبعضاً لله ولرسوله فما ملظور لكن هذا معناه ينتفل من محبة ينتفل من محبة فالمعاصية تنقص المحبة لكنها لا تقني عليها إلا إذا كانت معيال بالله معسية كفر أو شرك أو مخرجة من الملة أما المؤمن فقد يصدر من بعض المعاصي فتنقص محبةه لإله ولرسوله لكنه لا يعدم المحبة ولهذا لما جئ برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب الخمر وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحج قال بعض الصحابة فيه ما قال قال لعنه الله ما أكثر ما يقال أو كما قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنا علمت أنه يحب الله ورسوله أنا علمت أنه يحب الله ورسوله فالمؤمن يحب الله ورسوله ولكن قد تصدر منه بعض المعاصي فتنقص هذه المحبة لكنها لا تلا فيها والحمد لله فيكون خب الله ورسوله في قلبه عاملا في أن يترك المعاصي وأن يتوب إلى الله ويرجع من ذنوبه ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أن يحب الله ورسوله قال المرء مع من أحبه ورسوله أو قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبه فالمحبة محبة الله ورسوله يتركب عليها ثمرات عظيمة ويتركب عليها أعمال جليلة يسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابدين فيه أن يرزقنا وإياكم المحبة بالله وأن يرزقنا معاذاة وضغضة وكراهة أعداء الله ورسوله أن يرزقنا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وأن يرزقنا ضغضة ما يجده الله عز وجل ومن يجده الله ورسوله صلى الله وسلم على نبينا وبعد هذه المعالجة الطيبة طبعا هذا الفرد الكريم ومعالجة هذا الموضوع الحساس على ضرور محتام الله وكأنه رسوله لأنه مسكرة للصحابة الفضيلة الدكتور صاريخ الزجان هذه المعالجة الطيبة وبارك الله له ورزاه الله خير جدا وأما مسكو الثاني وفتام المحبة ورز لنا أسلة بخيرة ولا بس أن أرضى منها ما يقصب الموضوع يقول من الناس اليوم من يقول إن معاملة الكافر حسن من معاملة المفلم ويقول إن الكافر لا يخون ولا يخلف الوعد والعهد وعلى هذا الاعتقاد يستقلب بعض من الناس يستقلب بعض من الناس العمال من الكفار ويطرق المسلمين بحجة أنهم أحسن وخلاصا في العمل فما حكم هذا الاعتقاد والعمل عليه نبيننا لنعرض خلامنا إنه لا يجب للمسلم أن يغطر بما يظهر من الكفار من الطال الصنعة مثلا أو حسم التعامل أو غير ذلك ويؤثني عليهم ويمدحهم ويعلم شأنهم هذا لا يجب للمسلم قال عليهم أن يبغض الكفار كما أبغضهم الله ورسوله وأن يبتعد عنهم مهما أمكنه الابتعاد وأما كونهم مثلا قد يخصون بعض التعامل أو يصدقون في بعض المعاملات هذه المعاملة دنيوية وقد يكون هذا لدافع أنهم يريدون الدعاية لأنفسهم والدعاية لمصانعهم والدعاية لبضائعهم فلا يكون هذا موجبا موجبا أو مسببا يمندحوا ويثنى عليهم كيف يثنى عليهم وهم يفكرون بالله ورسوله كيف يثنى عليهم وهم يعادون الله ورسوله ويعادون المؤمنين لا وجود هذا وأما قول المسلم يبش في العمل أو يكون في الصنع من الشيطان يبتلى به بعض المسلمين هذا شيء لا يجوز وليس من ديننا ليس من دين المغش والخيانة والخديعة والبخص هذه أمور الحرامة هذهنا وإذا صدرت من بعض المسلمين فهي معاصي وكبائد بعضها كبائد لا يجوز المسلم أن يتعاطاها ولا أن يرضى عنها لأنها ليست من أخيات المسلمين ولا مما يرضاه المسلمون ويضاهدين المسلمين هذا منكر يجب إنكاره ويجب بعده ونصيحة من يفعله والأحد على يده لكن ليس معنى هذا أن نرجع الأمر إلى الإسلام وأن نقول أن الكفار أحسن حالا من المسلمين وأن المسلمين يعملون كذا وكفار يعملون أحسن منه لا الكفر لا خير فيه له ما كان والإسلام هو الخير كله والإسلام يعمل ولا يعل عليه ففدين الله عز وجل لكن إذا أخل به بعض الناس أو تتاسل عن تطبيق بعض الناس فليس هذا حج على المسلمين ولا عن وليس ما يتقنه بعض الكفار أو يخسره بعض الكفار حجة على حسن ما عليه الكفار فإن من وطل به الأمر إلى أن يمدح الكفار ويتنقص المسلمين بسبب ذلك إنه يتشى عليه من الرجل كما بينا هذا وآخر يسأل فيقول يتعامل مع بعض السجار من النصارى ويحضر عندي في مجلسي بحل العمل والتجارة فهل يجلد لي دعوته للزيارة في منزلي لتناول الطعام معي أم لا يجلد ذلك مجرد الحضور مجرد تناول الطعام لا أبس به وإذا كان هذا أيضا لغرض تجاري ومعاملة تجارية هذا لا أبس به هذا يدفل أو يتبع للمعاملة معه ولكن عليك أن تبتعد من أخلاقه و شموكه وأن تعتز بدينك أن تعتبره كافرا وأنت مسلم تتعامل معه في فدود المباح ويحضر في بيتك لأجل غرض صحيحة مصلحة صحيحة لا لأجل أن تتفده صاحبا وحبيبا وخليلا وما أشبه نالك بل لستعامل معه فقط وهو كابر وأنت مسلم هذا حق من الرسول صلى الله عليه وسلم على مصاحبة الممنع لا يتزل المسلم أنه يحب الكابر أو يقال للكابر تفده خليلا بل يتفد المؤمن خليلا وحبيبا ولكن ليس معنى هذا أنه لا يتعامل مع الكابر أو أنه لا يتبادل مع الكابر المصالح المباحة ليس معنى هذا وكذلك يحضر رسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يتعامل إلا مؤمن وهذا الشيء طيب لأن المؤمن لأن قرب المؤمن خير وأكله لطعامك يتقوابه على طاعة الله وتكسب بذلك محبته والقرب منه لكن ليس معنى هذا أنه لا يجب أن يأكل من طعامك الكابر إذا دعت المصلحة إلى ذلك أن تجلب الكفار وتطعنهم من باب المحبة والصداقة وأن كل هذا لا يجب إنما إذا أكلوا من طعامك لدافع التعامل معهم فقط يجري تداد المصلحة فقط لا محبة ولا مصاعدة هذا لا يجب يا شيخ غفر الله لكم أمس جريدة الرياض جاءوا منها الصحفيين وكاميرا إلى مقبرة العود وصوروا قبور الأموات والحفرين من يحفر قبور وقالوا حولنا قوة الله بالله إن بعض الكلاب تمش القبور وتفرج أعضال الموت قلت لا أنا أكد حاضر هذا الكلام قد هل يجب تصوير قبور الأموات الحفرين من يحفر وينجروا معهم مقابلة التصوير لا يجوز لا يجوز المطمئة وهل ي Reno state ال휘زان التصوير حرام أما تفقد الكبور والنظر فيها لألا تحفرها الكلام أو لألا يحصل فيها القلل هذا لي شيء طيب لكن التصوير حعب وهذا الغرض الذي يمتفقد الكبور والنظر في نصفتها لا يتوقف على التصوير التصوير هذا لا حائدة منفن هو قائد نعم التصوير لا يجوز أما تفقد الكبور هذا لي شيء طيب قال هاي أهير تفقد القبور وفي مكلفين يقبل الأمار بتفقي بها ما يمنع هذا أن يتفقدها الصحفيون وليكتبوا عنها هذا شيء طيب إذا يتفقدوها ونبهوا على ما فيها وكتبوا عنها هذا شيء طيب لكن بدون تصوير أهل العقوة يقول قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أطلبهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نطار وقال تعالى لا تخذ اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض وقال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع ملتهم فكيف يمكن توفيقه بين هذه الآيات الآيات على ما على إطلاقها أن الكفار واليهود والنصار أعضي آل المؤمنين ولا يجوز تغليهم والآلة التي فكر الله فيها أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا بالنصارى هذه خاصة بالنصارى الذين أسلوا لأنه قال فيها ذلك بأنهم قسيكين وغبانوا وأنهم لا يتكبرون وإن سمعوا ما ونزل إلى الرسول فرأى عينهم تغير من الدمح لما عربوا من الحق يقولون ربنا آمنا اكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع وينفلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا كالنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بيها وذلك جزاء المحكمين وصياة الآيات أنها في المصارى الذين عرفوا الحق وآمنوا به وقتا ووهتدوا به وأثنوا على الحق وآمنوا به وتمسكوه هذا صياة الآيات وكذلك طبيعة النصارى على وده العبور أحف من طبيعة اليهود اليهود أشد شبدا على المسلمين وكراهي أفلي المسلمين وكذلك الوثنيون فسجد أن أشد الناس العداوة للذين آمنوا يهود والذين أشرقوا فطبيعة اليهود هي هذه لا تتغيى ولا تتددى الشطب المتناهي عن المسلمين وكذلك الوثنيون ولكن من النصارى أخف من في هذا الشام وأقرب إلى الرحمة وهذا شيء طاهر على النصارى إلى اليوم ولكن ليس معنى هذا أن يكن عليهم وأن يبدحوا إلا إذا آمنوا وأسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل كما دخل النجاشي وغيره من النصارى فهؤلاء يكن عليهم وهم إخوانهم إذا آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في ديننا فهم إخوانهم أما إذا بقوا على نصرانيتهم فهم كفار ويدب معاداتهم ولكن هم مع كفرهم أخذ حقدا على المؤمنين من اليهود والذين أشركوا كما تدل العيد الآن قد يكون من النصارى من خرج عن هذا وشوها مثلا تاريخ المسلمين ما في شكل لا فيهم مستشرقون قفلوا الدس وقد يكون هؤلاء المستشرقون من اليهود فيهم يهود فيهم يهود استسموا بالنصرانية وهم على يهود اليهود وكما قلنا اليهود والنصارى أعدى المسلمين يا أيها الذين أعلموا لا تستخدموا اليهود والنصارى عوليا الآية باطية على عنومها لا يجب أن تتولي النصارى ولا أن نفق بهم ولا أن نتخلهم بطالة لا قلتم فضلتكم إن استحتانم عليه الكفار ردة فما هي الأمور التي إذا استحتانها المسلم ارتد إذا قالوا مثل ما قالوا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا شبيلا إذا قالوا حكم الكفار أحسن من حكم المسلمين أو أن دين الكفار وما هم عليه من الأخلاف أحسن من ما عليه المسلمون فهذا ردة ما في الشكل لأنه استحتم الكفر على الإيمان كما ذكرتم فضلتكم أنه لا بأس في التعامل مع الكفار تعاملا دنيويا لا يضر بالدين وكتابة المعاهدات وهذه في حالة صغار الكافر تحت ذمة المسلمين في حين قوة المسلمين فما الحل اليوم وهؤلاء الكفار يعلنون مع ذاتهم للمسلمين علنا بل خاضوا الحروب معهم بأسماء مستعارة ويجل شاهد على ذلك أنهم يحتلون المذجر الأخطى فهل مع ذلك نتعامل معهم دنيويا إلى حد ما نرى من المسلمين نتعامل معهم دنيويا إذا كان في التعامل معهم مصلحة للمسلمين نتعامل معهم إذا كان في التعامل معهم مصلحة للمسلمين ونعقد العهد معهم إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين قد عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد بينه قبل الكفار مكة لسلحة حديدية لأن في ذلك مصلحة للمسلمين مصلحة للإسلام أما إذا كان العكس في ذلك إضعاف للمسلمين وإذلال للمسلمين وإذالة الكفار على المسلمين فأنا لا يجوز فيجوز التعاهد مع الكفار سواء كانوا ذنبين أو كانوا أعاهدين وفي أوطانهم العهد الدولية والمواثيط الدولية هذا لما سبه في حدود ما لا يضرب الإسلام والمسلمين ولا يدين المسلمين أو بس عقيدة المسلمين وآخر يقول إذا كان لأحدنا أخ في النسب ولكنه عاطي وله أخ في الله زل صلاح ومتقوى فأيوم يحب أكثر المؤمنين يحب على قدر ما فيه من الإيمان فإن كان مؤمناً مستقيماً ليس فيه تعاطي شيء من المعاطي فهذا يحب محبة خالفة وإن كان مؤمناً يتعاطى طبعاً المعاصي فهذا يحب لقدر ما فيه من الإيمان ويبغب لقدر ما فيه من المعاصي اجتمع فيه المحبة والبغضة يحب على أصل الإيمان وأصل العقيدة والتوحيد ولكنه يبغب على قدر ما فيه من المعاصي قد أجبنا على كمية الأسئلة التي تصل بالموضوع ونكرر بشكرة لفضيلة الشيخ لعلنا نكتفي بهذا القدر وإشفاقاً على أصحاب الأعظار وكبار التن كما أننا في بزارة طلاف الجنازة نرجع تعليق على المحاضرة بعد طلاف الأشياء المسلطة إن شاء الله والعادلة المخترين والصلاة والسلام على عده وطوله وقيرته وتطفى أمين على رحمه من حيث الأرجلانه والسيئره محمد الله وعلى أصحابه والسلامة بروتنا لله لا يبغيه أما ذات أما بعد تأثنينا للمنعب ثانية محاضرة القيم الآن محاضرة التي تولى الأمر صاحب ربينا الجفور صالح وجل سين يتعلق للموالات والمعاجآ لحب الله وذور الله للمناء والبراء وكما قال قبيلة محاضرة ببعوة مهمة بل عظيم لهمية لمن أكرر إليه ونحن كثير من الناس عن ذلك ونحن كثير من الناس بحكم ذلك وكثاء الكثير بعضا في هذا الأمر وهو أمر فضيل يجب عن مؤمن أن يحضر وأن يكون على مصر النبي وأن يكون واجن الله ورسوله والمؤمنين وعاجن من أحجان الله ورسول الله وأن يكون على موقع ونحن كثير من الناس ونحن كثير من الناس ونحن كثير من الناس وطير من قبيل وكاثر من مصر وكثرة بقار إلينا وقارقونة بإلاجنا وإلاج الأخطة في جاءات المصرين وكثير من أجل وقارقونة بقارقون وحصل المحطة من ينواع البلاء فلا جد لأن المموعة كما قارق بلتهم يديرهم بعناية ويجديرهم من المسر لأن يمهر ما يجب عليه خبته يبتداف فالتي مهن العلم فالتي مطرف الحلم حتى يقد يأتجبهم الناس وعتى يعلم الناس حكم الله في هذا الأمر العظيم أنا كياتي أن تبالغ لله وأنت حاجة لله وأنت حذبه لا يخذ منه في نفس فهو حديث نعطى لله ومنع الله وأحذر لله ومنع الله فقد سوف تستحر هسه قد كان عليكم صدرة نزال من الآيات في هذا الباب ما يشفي ويشفي في بيان حكم هذا الأرض حكم موالات الله ورسوله والؤمنين وحكم موالات على الله ورسوله وحبهم وقكتباد وأفاد جزاه الله خيرا ولاحف مذوبة وبين ما يجب بيانه ويالله ما ينبغي إضافه على المؤمن وعلى طالب العلم والتنفس أن يُعنى بهذا الأمر وأن يُخجأ وأن يقع في وقع في الكثير ويالتساخن جهولاء كالعداء يقول عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تستقنوا عجوي وعجوك العظيم ويقول شبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تستقنوا بطاعة من دونكم لا يألونكم هباء إن لا يقصرون في إدخال الشرع عليكم والذات ودوا ما عمدتم إن ودوا علتكم إن ودوا نشكت عليكم قد بلتهم بغضاء من أفواههم في كلماتهم وما تخلص درهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هذا يحهمهم اللعب وأما من ملأ قلبه حب الدنيا والميل إليها وشهواتها كيف يرهم هذا فأم عظيم جدا فأنت يا عبد الله عليك أن تحبك الله وتغير في 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 الله وت وأن تنفع عليه المنكر وتأوله بن عروس حتى لا يكون خريفة الاشيطان ولأعلى الله وعليك أن تبرى كفره وأهله وأن تعادهم في الله لأنهم على باطل لأنهم يعادون الله يعادون رسله فعليك أن تعادهم في الله وتبرى الله في الله كم أمرك مولاك سبحانه وتعالى حيث قال عز وجل قد كان ذلك رسله الحسنة في إطراهيم وذل بناعه وهم الأنبياء والرسل إذ قالوا لقومه إِنَّا تُطْبِرَاهُ مِنْكُمْ وإِنَّكَ أُرْضًا مِنْدُّ إِلَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وبدل بيننا وبدل بدل النهار وبدل بيننا وبدل والعجاوة والبغضار وبدل حتى تؤمنوا الله هذه النهاية حتى تؤمنوا لقد حتى تحرروا عندها في بلاد أو قار حتى تقولوا خُد جاما لنا أو قار حتى تقولوا بيننا وبدلهم عهد لا البرغضار باء جائمة سواء كانوا عندنا أو في بلادهم أو بيننا وبدل عهد أو ما بيننا وبدل عهد البغضار قائمة حتى تؤمنوا بالله هذا الجهاية هذا يدمن على البغضار مستمرة والعجابه استمرة حتى يخلقنا لغضرة ورسولة حتى يدفر في الإسلام يهوزاً أو لطاراً أو ذنيين أو مبنيين أو شوائيين أو غلابك أن يصل في كانوا من الفقار فالواجب إذاؤهم وروبهم الله خالقه وتعالى ولكن كما تمتوا في المحاضرة إنا نمنع هذا ما جاده الله فالغلوب نحرافين فالغلوب منعه ديننا والسفير منعه ديننا وجفاء فلا غلوب ولا جفاء لا نغلوب حتى نمنع المعاهدة بيننا وميننا عند الحاجة ولا نغلوب حتى نمنع الشرع منهم أو استراد من ينفعنا من خلاح وغيره من حبوب وغيرها لا نمنع علاج فسيد الخلق عليه الصلاة والسلام سيد من آدم سيد الأمة سيد الحبال عليه الصلاة والسلام صالحهم وعاهدهم ووضع له في المدينة وثباكل من طعامهم واشترى منهم جيمة محنقاً وغيراً محنق فقر بالدين حتى موته في آخر حياته فرداً وما فوقه ودعه ورفولاً فإن يخوض في طعامه صلاة والسلام فالنقصود أن حب وضنا لهم وإداءنا لهم لا يمنعنا لا يمنعنا هذا من أن نعمل شيئاً لنفع المسلمين لذات الحاجة لأنه رائس ملاح نستغلت له نستغل الحبوب نستغل الحبوب نستغل ملابس نستغل ملابس لكن ما نسمع لهذا أن نحبه لا لذات الحاجة لأنه عاهد قوماً عاهدناهم لأنه نستغل قوماً بأمر مهم كما أقرنا من كفار يهون في خيبر للحاجة وكما استعجر عبد الله الوشن أن يقول له على طريق المدينة لحاجة مع فضره بالله وعزاء ولكن المصيبة اليوم غير المصيبة بالأرس اليوم الناس تسهلوا مع كفار كثيراً كثيراً وقالتوه المقارضة الأحباب والأصحاب إلا من هذا الله يا جميع واستوردوه الأمالاً في ابن كل مكان وصالوا يستغللونهم ويتنفسنا استيرادهم ويجعونا مسلمين وهذا خطر العظيم ولا سيرة هذه جزيرة لذلك الرحال نسل لا أحيان يوجد فقاة أي سورد فقاة أبداً لا خداماً ولا سائقيني ولا أمالاً ولا ولي الأن فقط ولي الأن فقط فقط أي سورد من يرى الله وسائلينيه من طبيعة كفرها الضرورة من مهد ستعلقه الضرورة ومدة كمواقعة ثم يرحب إلى بلاد ورزة من عالم للضرورة كما فعل لبناء في خيبر أما عامة الناس فلس لما يستوجدوا كفاراً ولا يستوجدوا أمالاً ولا سائقين ولا خداماً ولا خدمات ولا مربيات كل هذا منك كل هذا يدوث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وإن يستمع في هذه الجزيرة وأمر بإخراج العرب النصارة من الجزيرة ووصى عند موته بإخراج مشهي يقول له عند الموت أوصى بإخراج المستفيد من هذه الجزيرة أما في في الجلاد الأخرى كالنصر والتامر والعراق فالله يقيم فيها بالأهد والجنة والصغار إلا راباً منذلك أنه يقيم فيها من الكفار أفداً إلا رقامة موقعة للضرورة تحتنا ووي الأمر لحاجة المسلمين لا ينبغي انتباه هذا وأن مثلنا لا لمؤسسة ولا لمؤسسة أيها سوري لغفار المؤمن المسلمين كالجزيرة أو يسوري للمسائقين أو خادماً أو خادماً هذا شره عظيم وملائه كبير ورزاته عظيمة يستفيدوا لها يتخلق الوصول بأخلاقهم ويبنون عليهم كفرهم وظلالهم وأخلاقهم الجميمة من الربا والزنا واللواط والمسكرات وإن هذا من الواع المعاطي مع كبري لله وإن يحسنون لهم دعوة الدعوة للشرك ويبعونه من النصرانية والوثنية وإن يغيرون جانبهم من الواع الكبري والضلال لكن كذبهم من الناس جهلتهم بدينه كذبهم يا أبوك ليس عنده ضخرة في دينه ليس عنده علم ليجبه كاهل هذه السهولة لأن الجهل يترى في الجهل وغلب الجهل وإن في التعلم المقصود أن الأمراء عظيم جداً فالواجب على المسلمين يحضروا مهنات كاهلين ومعذتهم أو استخدامهم أو استخدامهم أو جعلهم أصحاباً وأصدقاء هذا خطره عظيم الله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى أن أمتع إلى الأثنى تنافجان يقولون بذيب والطاوط ويقولون إن لم يكفروا هؤلاء يهدى منها لما نسبه هؤلاء فإن لعنه هو الله هو أن يلعن الله فمن تقصير لأن هؤلاء لما قالوا ما قالوا وأن كفار أهداك بهم ومؤمنين لعنهم الله وكفار عندهم في صالح حميدة لكن ما تجعلهم طيبين عندهم مثلاً أمانة في بعض الأشياء عندهم مثل كرام للذياسة للعرب العرب فعندهم كرات الضيوف وعندهم إحسان كبير وعندهم إحسان الجار وعندهم وعندهم بعض اتصال لكن ما تنبعهم عند الله لما ويعوا إسلام باطلة اتصال باطلة فالنصر عنده كل خير منه هو يدعو إلى مكهر والحلاف وإلى محاس الأعمال ويدعو إلى تسلم كرات وما يؤمن وما يبغيوه الله أسحانه وتعالى فالشاهد مهما فعل فعنده ما يبطي عملة وعنده ما يبسيط عملة فإنه حضروا منه فالرضوه بالله أسحانه وتعالى وإذا أدى أمانة في بعض الأشياء أو خدق في بعض الأشياء أحسن في هذا الشيء أنا وافق على الإسلام وافق شراء الله في صدقه وصار في هذا المقام خيراً من الذي يبدع الإسلام أو يكون مسلماً ثم يحرم الأمانة ويكلب وينوت ويزني على هذه الحصة فقى بها لأنه رأى فيها مصلحة لكسبة أو صدقة مع أحد من الناس لا لأنه لا لأنه يحب الله ورسوله لا لأنه مسل فهذا يكون حساً تنميل لكن باطرة ما تنفعه لأن كفاه يبطنه والمسلم إذا خان أو فعل معصية لا يكون شب على الإسلام لا يبطي عليه والإسلام خير من أولئك والمسلم مفضلون عليك باسم الإسلام وباسم الجين وباسم خير معرفان الراجب على المسلم أن يظال في الله ويعاد في الله ويمر في الله ويحب في الله يخبرهم ممينين ويوياليهم يمروا الكافرين ويعافيهم حتى يسلموا ولكن لا تمنعه هذه المعادوات ولا تمنعه هذه600 ويحملها من أن ينصفهم لأن لا يظلمهم لا يظلمهم لا يضلقهم لا يضمنوا فين یطفهم حقوقهم ولا يمنع ذلك أيضا من أن يعاهدوا ويريشون بالمجهدية لا يمنع نرسلهم كما صالح النبي أهل مكة في المصحة العامة كما سعيده في المحاضر ليمن من الذين يشترى بهم الحاجات فنشترى بهم النبي والصحابة عن الصدر والسلام علي الله عنهم نأخذ حاجتنا وبعد عدة الأدوية ونأخذ حاجتنا من أي ديها لكن لا على حساب ديننا فالديننا محكوم محفظ ديننا ونصور ديننا ونتقل لها في ذلك ونبار في الله ونبار في الله ونعاد في الله ونحب في الله لكن لا يمنع نالك أن يحسن إلى من لم ينشئ إلينا إلا كان في كفار أهل ديننا أهل عهد يتبعينا وبينا الحرب فيهم تطيئين فيهم رحمة الله لننشئينه كما سمعتم في الآية لا ينهكم الله أن يلقى تهم الدين ولو يخذيهم من ديالك أن تبروا ونصوروا إليه إن الله يحب المغسطين إلا كان في فقرى أطائف الله وكفار وأحلمت إليهم من مالك صدقت عليهم مولي الزكاة ونحب المغسطين 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 من جهة فقره وضعفه ويكمت بالصحيحين عن أسماء لكالبت ربي الله تعالى عنهما أن أمها جاءت وقفذنا وهي كافرة جاءت نبنتها أسماء تطلبها الجفد ومساعدة فقال فقال رسول الله إن أمها جاءت في الأناصلها هذا الأناصلها أنا بن 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 حانسل سنيه فأمره أن تصل أمها وهي كافرة لأن صلتها من باب الوالدين من باب الإحسام من باب التعريفة للإسلام لله جعل حقه في الزكاة ويبتنى لمؤلف قلوبه من الكهر يعطيهم التنان ومن الزكاة فعيش عشيرة فعيش قوم لإحتدى هذا الله يد على يدين إلا أوق إيمانا اتغلق الناس للإسلام وادحله في الإسلام مثل عشيرة من جماعة يقوم إيمانه لك تحدثنا هذا كله من لحاس الإسلام ومن فضل الإسلام ومن ملاء مكان الإسلام وما شاء الله عنه من قويه جل وعلا وفي أنك جنة المسى دوة للذين نام يهدى وفي أسرة ولك بأن أقرأهم ودى للذين آمنوا لإذا قاموا إلى نصار ذلك بأنه تستيسر ورمانه وقال جاب عنه صاحبه في السيطان جوابا راضحا فإنه النصار كما هو معلوم يكفي من الزمان وقوم خير من اليهود وقوم أخر من اليهود وإن كان كله كفار فالكفار يتفاوتون وكفار يتفاوتون فليهود ومتنيون سروا كفار وشيوعيون سروا كفار لكن النصار أقرأ منه